اشتركوا في القناة سابن الوحدة السابعة لسن سيكس الدرس السادس اون بيج في صفحة سفينتي ون صفحة واحد وسبعين مثل ما قلنا هاي القطعة عنوانها تو افريكان كونتريز يعني بلدان افريقيان قال لك عن هذين البلدين اشتعرف عن ذن البلدين يا بلدين يقصد بيهم ليبيا والسودان بعدين قال لك اقرأ النصوص وحل التمارين اللي موجودة بالكراسة هس احنا خلي نقرأ النصين النص الاول اللي على ليبيا والنص الثاني اللي على السودان وبعدين نمشي انحل التمارين اللي بالكراسة هسوا عندنا ليبيا عندنا ايريالمساحة ليبيا اتشكاة مساحته مساحتها وان ملون سفين هندرد ففتينНاين تاؤزنداندف aligned دفين فارتوين سكوير كيلومتور يعني مساحته مليون سبعمية وتسع وخمسين الف وربعميةه وخمسمية واحد وسبعين كيلومتور مربع عدد السكان بها 6.244.174 يعني 6.244.174 كيرانسي العملة شنو العملة الموجودة بليبيا هي ليبيان دينار الدينار الليبي لانجوج اللغة شيحشون بليبيا لغة يحشون عربيك أو العربية خلي نقرأ القطعة ونشوف بعد شنو التفاصيل من طينا عن ليبيا ليبيا is a large country يعني ليبيا هي large يعني واسع وcountry بلد هي بلد واسع in North Africa في شمال أفريقيا with a long coastline with يعني فيها long طويل coastline يعني خاص ساحلي on the Mediterranean Sea على البحر المتوسط هسا ليبيا هي بلد كبير في شمال أفريقيا مثل ما شوفون هاي بالخريطة هنانا في شمال أفريقيا بفتخط ساحلي طويل مثل ما شوفون هسا هذا البحر المتوسط اكفت خط ساحلي طويل المنلي ليبيا على البحر المتوسط most of the population يعني أكثر السكان live in and around يعني يعيشون في وفي ما حول the capital العاصمة اللي هي تروبولي اللي هي طرابلس and the second city والمدينة الثانية يعني هسا أول شيء أكثر السكان وين يعيشون بالعاصمة طرابلس اللي هي هاويها على الخريطة والمدينة الثانية اللي هي موجودة أو يعني تعيش بها الناس بليبيا والمشهورة هي بنغازي أو بنغازي اللي مثل ما شوفون هنا على الخريطة زين the rest of the country بقية البلد is mostly هو بالغالب desert صحراء and mountain وجبال يعني ليبيا بيها مدينتين مؤهولتين بيها سكان اللي هي تروبولي وبنغازي اللي هي طرابلس وبنغازي أما بقية البلد مثل ما شوفون بالخريطة هو عبارة عن شنو جبال وصحراء it can be quite cold يعني ممكن أن تكون باردة in the mountain areas في المناطق الجبلية in winter في الشتاء بالمناطق الجبلية شبيهة تكون الدنيا باردة but in general ولكن عموما the climate يعني المناخ اللي موجود بليبيا هو is hot and dry شنو حار وجاف يعني عموما مناخ ليبيا هو حار وجاف لكن في المنطقة الجبلية مرات بشتاش يصير يصير باردة in the spring and autumn يعني بالربيع والخريف the ghibli يعني الجبلي يسموها a hot dry wind اللي هي رياح wind dry جافة وهوت حارة شبيهة that carries sand اللي تحمل شنو الرمل blows تهوب هساش وقت بالربيع وبالخريف اكو فد رياح اسمها الجبلي هاي الرياح شبيهة حارة وجافة وبيها رمل تحمل رمل شبيهة هاي الرياح تهيب قنا في الربيع وفي الخريف then the temperature بعدها the temperature الحرارة ترتفع بشكل سريع جدا يعني بعد ما تب رياح الجبلي او القبلي اصير درجة الحرارة شبيهة عالية جدا أو ترتفع بشكل سريع جدا the highest temperature درجة الحرارة الاعلى in the world في العالم اشقد هي 58 degrees centigrade هي 58 درجة مئوية اعلى درجة حرارة سجلت بالعالم هي 58 مئوية سجلت ليبيا في ليبيا 1972 سنة 72 فهذا اعلى درجة حرارة سجلت بالعالم هي 58 مئوية مئوية وهاي درجة وين سجلت سجلت في ليبيا شوكيت سنة 1972 و 72 سبعين انذا نرى فيرتايل نوردن ايريا يعني في المنطقة ايريا نوردن الشمالية اللي هي فيرتايل اللي هي خصبة نرى وضيقة يعني يقصد بها هاي المنطقة اللي يشوفونا على الخريطة هسا هاي المنطقة شبيها اجريكولتشر الزراعة is important مهمة طبعا هاي منطقة مادام خصبة ومادام هي مو صحراء ولا جبلية فممكن يكون بها الزراعة شبيها important مهمة and a lot of food والكثير من الطعام is produced ينتج many people العديد من الناس فام يعني يدجنون sheep يعني او يربون sheep الغنام goats الماعز and cattle والابقار هسا بالمنطقة الشمالية اللي هي شبيها قلنا اللي هي خصبة وضيقة الزراعة مهمة والأغلب الطعام ينتج بهاي المنطقة وأكو رعي للناس ترعى الأغنام والماعز والأبقار ولكن ليبيا's main product يعني إنتاج product main أساسي يعني إنتاج ليبيا الأساسي is oil هو النفط هسا واضح يعني صحيح أنه عندهم زراعة وصحيح أنه عندهم رعي للماشية لكن المنتج الأساسي اللي تعتمد عليه ليبيا is oil هو النفط it also has natural gaz وفيها أيضا natural gaz gaz يعني غاز natural طبيعي وفيها أيضا غاز طبيعي the country البلد يعني يقصد بليبيا has فيه some magnificent ancient places places أماكن ancient أثرية magnificent يعني رائع وصم بعض يعني البلد فيه بعض الأماكن الأثرية الرائعة to visit لتزورها such as مثل leptis magna وهي مدينة أثرية موجودة وين موجودة في ليبيا اسمها leptis magna an important city وهي مدينة المهمة 2600 years ago يعني موجودة قبل 2600 سنة هس هذا ما يخص النص اللي موجود على ليبيا خلني نجي على النص اللي موجود وين على السودان عدنا سودان اريا المساحة اشقد مساحة السودان 612 1184 سكوير كيلومتر اشقد مساحتها مساحتها 612 184 كيلومتر مربع population النسمات وعدد السكان اشقد 12 608 1647 النسمات ما لتها 681 647 نسمة العملة شنو عملة السودان هي سودانيز باوند الباوند السوداني لغتها مش يحتيون السودانيين يحتيون Arabic اللغة العربية طبعا هي بالخريطة هسا هنا نموضح لك السودان السودان الصير تحت ليبيا بضغط تحتها في قارة افريقيا خلنقرأ عن السودان ونشوف شمنطينا معلومات سودان هي ثالث ثالث أكبر كونتري بلد ان افريقيا هي ثالث اكبر الادوين في افريقيا أغلب الشمال هي صحراء هسا لأنه جنوب ليبيا هو كل صحراء فأيضا شمال السودان هو كل صحراء ولكن هناك أراضي عشبية مسطحة يعني ما بيها جبال في المنتصف أن فورس أند هاي ماونتنز وفورس غابات هاي ماونتنز وجبال عالية أند ساوث أند ويست في الجنوب وفي الغرب هساش عدنا عدنا السودان هي ثالث أكبر بلد في أفريقيا الشمال ما لتصحراء لكن عدنا بالمنتصف أكو جراس لانز يعني أراضي عشبية وجبال وغابات في الجنوب وفي الغرب نهرين اللي هما ياهم The Blue Nile يعني النيل الأزرق And White Nile والنيل الأبيض Join At Khartoum يتصلان أو يلتقيان في الخرطوم زين The Capital العاصمة هساش عدنا بيها نهرين ذن النهرين واحد اسم النيل الأبيض واحد اسم النيل الأزرق وين يلتقيان يلتقيان بالعاصمة اللي هي الخرطوم These are the country's main source of water يعني هذن النهرين the country's main source source مصدر ومين أساسي المصدر الأساسي of water للماء ذن النهرين هنا المصدر الأساسي للماء لسودان أو لهذا البلد the main crops المحاصيل الأساسية المحاصيل يعني ما يزرع من المحاصيل يعني الرز أو الحنطة أو إلى آخر المحاصيل المحاصيل والصادرات الأساسية بالسودان هي القطن والسكر سودان has one of the largest of the world's largest sugar refineries سودان has فيها one واحد of من the world's largest يعني largest أوسع أو أكبر largest في العالم sugar refineries refineries يعني معمل تصنيع أو تكرير السكر أو تصفية السكر أو مصفات السكر معمل تكرير هسا السودان فيها واحد من أكبر معامل تصفية السكر أو تكرير السكر في العالم سودان is the world's main producer والسودان هي أيضا main معناها رئيسي وولز عالمي يعني وبروديوستر معناها مصنع المصنع الأول في العالم of gum Arabic شنو gum Arabic الصمغ العربي هسا السودان هي المصنع الأساسي لأول في العالم للصمغ العربي animal farming يعني تجين الحيوانات أو رعاية الحيوانات is also important هو كذلك مهم وين في السودان هسا عرفنا معلومات عن السودان عرفنا أنه هي ثالث أكبر بلد في أفريقيا عرفنا أنه شمال صحراء بال مركز مالتها أو بالمنتصف أكو أراضع شبية الغرب والجنوب هو عبارة عن صحراء وجبال بيها نهرين ذن النهرين يلتقيان بالخرطوم عاصمتها النيل الأبيض والنيل الأزرق المحاصيل الأساسية والمصادرات هي القطن والشكر بيها أكبر مصفة لصناعة السكر أو لتكرير أو تصفية السكر بعد هي المصدر الأساسي بالعالم للصمغ العربي وأيضا أنه يعني رعاية الحيوانات أو تدجين الحيوانات أيضا مهم بالسودان هسا نجي على الكراسة ونحل التمارين إحنا قلنا هو قال لنا بالبداية اقرأ النصين اللي موجودات واحد على الإيبيو على السودان وبعدين تعال حل التمارين اللي موجودة بالاكتفيتي بوك أو بالكراسة عدنا يونت سفن لسن سيكس الوحدة السابعة الدرس السادس منطيق ذني الثلاثة أسئلة يريدك تجاوب السؤال الأول أي البلدين هو أكبر إحنا من أخذنا قطعة الليبيا والسودان انطعنا المساحة قلنا ليبيا مساحتها مليون وفوق أما بالنسبة للسودان فمساحتها يعني تقريبا نصف المليون فأكيد البلد اللي أكبر هو ليبيا number two which one has fewer people يعني أي بلد فيه ناس أقل فيه نسمات قليلة إحنا أيضا قالت نجد عدد النسمات بالنسبة إلى ليبيا ليبيا بيها ست ملايين وربع تقريبا أما السودان فبيها أفمع عشر مليون فالبلد اللي بي عدد سكان أقل هو أيضا ليبيا بعد السؤال الثالث قايلك what do they have in common شنو اللي يعني يشتركون بي ليبيا والسودان طبعا هم يشتركون بأنه اثنين هم يتكلمون العربية فجوابك يكون they both speak Arabic يعني كلهما يتحدث العربية هسا نجعل بي عندنا النقاط طبعا من النقاط المهمة قايلك now read the text among the sentences true or false يعني اقرأ الناس وقول على هاي الجمال صحيحة أو خاطئ نجي هسا على ليبيا أول شي ليبيا is mostly desert أغلب ليبيا هو صحراء طبعا إحنا قرنا وشفنا إنه فعلا هي أغلب ليبيا هي صحراء فجوابك راح يكون true أو تكتب t طبعا نجي على number two it is always very hot there هي دائما حارة جدا هناك يعني دائما تجاوب ليبيا شبيه حار جدا إذن إذن هاي العبارة false خاطئ أو تكتب f number three there is no agriculture لا يوجد في ليبيا زراعة طبعا هاي العبارة وابحة خاطئ لأنه إحنا قلنا أكو زراعة فالحل راح يكون false خطأ أو تكتب f number four it produces oil ليبيا تنتج النفط طبعا هاي المعلومة صحيحة إذن هاي النقطة راح تكون true صح أو تكتب t بعد عدنا النقطة الخامسة leptis magna is a modern city leptis magna هي مدينة حديثة لا إحنا ما قرن هتش إنه هي leptis magna مدينة حديثة وإنما هي مدينة أثرية يعني قديمة جدا إذن هاي النقطة راح تكون false أو تكتب f بمعنى خطأ نجعل النقاط اللي على السودان number one sudan has a coastline on the mediterranean يعني السودان لديها خط ساحلي على البحر المتوسط إحنا السودان قلنا أصلا يعني ما واسطة للبحر المتوسط هي جوة ليبيا تصير اللي إعدها خط ساحلي على البحر المتوسط هي ليبيا إذن هاي العبارة خاطئ فتكتب أما false خطأ أو تكتب f the capital the capital is خرطوم أو خرطوم العاصمة السودان هي الخرطوم طبعا هاي العبارة صحيحة فتكتب true صحيح أو تكتب t number three it gains most of its water تحصل على أغلب مياهها السودان from the blue nail من النيل الأزرق هسا السودان تحصل على أغلب مياهها من النيل الأزرق طبعا هاي النقطة خطأ ليش لأنه السودان تحصل على أغلب مياهها من النيل الأزرق والنيل الأبيض مو فقط من النيل الأزرق إذن هاي العبارة خاطئة فتكتب false بمعنى خطأ أو تكتب f نجح على النقطة الرابعة to produces تنتج كتن القطن شقر السكر أو شكر and gum arabic والصمغ العربي يعني السودان تنتج القطن والسكر والصمغ العربي هاي المعلومة صحيحة إذن هاي النقطة راح تكون true صحيح أو تكتب t هم أيضا بمعنى صحيح طبعا تمرين سي قائلا correct the false sentences صحح يعني الجمل اللي قريناها الهنان اللي هن خاطئ صحح وإحنا خلال الشرح صحح ناهن هسا نجي على الأسئلة الوزارية وإحنا مثل ما نعرف أنه موضوعنا اليوم هو من قطع الكتاب قطع الكتاب وين تجينا بالامتحان الوزارية تجينا في السؤال الأول فرع c فعدنا نموذج رقم ثمانية نروح على سؤال الأول فرع سي النقطة السابعة الوزارية عاصمة السودان وإحنا نروح وإحنا نروح وإحنا نروح فولس نختار فولس بمعنى خطأ هسا نجي على نموذج رقمه مستعاش وهو النموذج الاخير اللي يحتوي على نقطة على موضوعنا ونروح على سؤال الاول فارع سي النقطة السادسة. what is ليبيا's main product يعني ما هو المنتج الاساسي في ليبيا قايلك انسى جاوب احنا قلينا وشفنا وفهمنا بانه المنتج الاساسي في ليبيا هو النفط اذا جوابك راح يكون فقط كلمة اويل بمعنى النفط طبعا وبهاي النقطة احنا انهينا كل شي عن قطعة بلدان افريقيان ليبيا والسودان ان شاء الله التقيكم في درس جديد الى ذلك الحين اترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته